نحن بنص ظرف وين المنطقة عم ترجع تترتب فيه هذا الترتيب ما فينا نعتبر نحن أنه موضوع النفط هو موضوع جانبي عم بحاولوا يستغلوا هيد الظروف كلها الإقليمية والدولية وغيرها لحتى شو بدون يعملوا؟ يعني نحن عم نكون بالداخل اللبناني بحكم المتلقي هل فعلا الغاز هو الحل؟ هيده سلاح لتجديد النهج جلي على أساسه كانوا حكمين كل سنة الماضية يعني باع الناس وهم خصوصي قبل كل مهرجان الانتخابات بيجي ساعة منوعدهم بسادر هالمرة فينا نوعدهم بأنه بكرا مستخرج البترول والغاز والنفط الموجود عنه ما منشوف أي استعمال لهيدا المورد طوال الضغط فعليا قادرة ترجع ترد لبنان على الخريطة الإقليمية والدولية هيدا أول شي بده دولة فعلية تديره يعني بده تقرر شو بده تعمل بهيدا الموارد الموجودة رالف ضاهر عضو بحركة مواطنون ومواطنات في دولة اليوم بالحلقة 12 جردة أسبوع رح نحكي عن الترسيم ولكن هون بدنا نحكي من وجهة نظر سياسية أكتر من ما تكون تقنية أو قانونية قبل ما نبلش نحكي عن شو عم بيصير حوالينا كيف وصلنا اليوم لهون بخصوص الترسيم؟ المساري التاريخي لترسيم الحدود بركب يبدأ من حوالي 20 سنة في 2002 وتقرر الدولة اللبنانية أنه تبلش المسح بهدف ترسيم الحدود الإقليمية والمنطقة الخالصة في 2006 تحدثت هذه الدراسة في 2008 نحطت احتسيات الخط رقم 23 في 2012 اقترحوا الأمريكان خط هوفة اللي هو وسطي يعتبر وقته كمان رفضته رفضوا لبنان لحديث شباط 2018 وين بتوقع عقد مع اقتلاف نوفا تاك أني وطوطال بيرجع بيجي من بعضه تقريبا سنة 2019 بس يزور بومبيو لبنان وبيلتقى بوقتها بالحريرة وبيعون وبيبرة بيرجع وراه بيجي ديفيد ساترفيلد بأيار تايلتقى بجبران بسيل من بعده بهيد المرحل في 2019 بتعلن إسرائيل بداية نييتها بداية مباحثات بهدف حل نزاع الحدودة بينها وبين لبنان بال2020 بعد انفجار المرفق يستبدل ساترفيلد بشانكر وبيزور لبنان بوقتها بدون ما يلتقى حدا فعليا من الزعمة ولكن من بعدها ببضعة أيام بتفرض وزارة الخزينة الأمريكانية عقوبات على شخصيات سياسية ثم من بعدها ببضعة أيام كمانا بيرجع بيظهر نبيه بره عم يخبرنا بإعلان أنه توصلوا لاتفاق لوضع إطار بدء مفاوضات لترسيم الحدود في شغلي هنا على قصة كيف وقتها أطلقت هذا التوصل لاتفاق إطار لإطلاق المفاوضات بيقول وقتها بره رحقولها بالظبط كيف نقالت مفاوضات لترسيم الحدود مع إسرائيل ستتم برعاية الأمم المتحدة مع تلازم بين البر والبحر هذه دائماً بنركز عليها لأنه هلأ نحن دائماً بالبروباجندا بالأعلام بلبنان بياخدونا مطرح مهنة بدون هلأ بيرجع بيضيف إذا نجح الترسيم فهناك مجال كبير جداً لأن يكون ذلك أحد أسباب سداد ديوننا تخيل بيع الوهم من هلأ هاي عم نحكي 2020 وبوقتها كانت المفاوضات في إسرار بوقتها أول جزء منها يلي هي قصة متعلقة بالمفاوضات والتانية اللي هي هايدي اللي بدي ركز عليها ترابط المفاوضات على الحدود البحرية والبرية هون تركيز على البرية يعني إذا فشلت وحدة ممكن نفشل التاني هلأ هايدي بجزئية منها ممكن تكون وراء الضغط ولكن رح أعطي شغلة هايدي معلومة يمكن لازم عن جد نكون دقيقين فيها بخصوص الحدود البحرية عفواً البرية المسؤولين الأمريكيين بيعتبروا استناداً للخط الأزرق اللي رسم سنة الألفان إنه مزارع شبعة بتتبع القرار 242 شو يعني حتى ما نكون عم نتفلصة في كتير يعني متعلق بالأراضي العربية المحتلة سنة 67 وما بتندرج تحت بنود القرار 425 اللي نحط وقتها المتعلق بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان سنة 78 يعني بيردنا للمشكل عن لبنانية الأراضي المتنازع عليها هون عم نحكي مزارع شبعة تلال كفرشوبة هون عم نحكي عن حدود شرقية ومتلة التلاقي طبعاً الحدود اللبنانية فلسطين المحتلة وسوريا يعني هون بمحل من المحلات بدنا نربط وما فينا نكون هالقد سيزاجين بيتفكير إنه الحدود البحرية غير متعلقة بالحدود البرية فهون لازم عن جد كتير نكون منتبهين لألا هلا في شغلي كمانا لازم ينحط الله إطار ينحكي فيه إنه كيف بهيدا المنطقة عم بيصير في تغيير وترتيبات جديدة كيف عم بيصير شو الوضع بإسرائيل داخل إسرائيل كيف عم بتأثر الصراع بروسيا وأوكرانيا على المشهد العام وكيف هيدا السلطة عنا المالية والسياسية اتنيناتهم مع بعض عم بيحاولوا يستغلوا هيدا الزروف كلها الإقليمية والدولية وغيرها لحتى شو بدون يعملوا فإذا فينا نحكي هون عن ثلاث مستويات فعليا إذا بنا نحكي عن المستوى نوعا ما دولة أوكرانيا روسية إيه ظهر حاجة لأوروبا أنه تنوع مصادرها من الطاقة من بعد كل اللي صاير بين أوكرانيا وروسية وبالنسبة لقاللون يمكن حوض المتوسط يلي على ما يبدو يمكن فيه كميات هائلة من النفط هو المالاذ لقاللون الجديد يلي يمكن ما يعودلون عن كامل اللي كان يجبون بروسية بس مثل ما موقف سفير الإسرائيلي بالأمم المتحدة قال بكل وضوح أنه هدفه يكونه جزء من هيدا الديفيرسفيكاسيون اللي عم تعملها أوروبا يعني بكل بساطة بدون يخدوا حصة من الغاز يلي راح تستوردوا أوروبا بالفترة اللي جاية بس إذا راحت لخيار تنويع المصادر فبالتالي هيدا على الصعيد الدولي كيف تقدر هيدا المنطقة تكون عم تلعب هيدا الدور إذا ما نحكي على مستوى أكتر إقليمي نحن بفترة نحن بنص ظرف وين المنطقة عم ترجع تترتب فيه وبفترة الترتيب يعني فينا نرى له كتير مؤشرات بس إنه بشكل كتير أساسي كل المفاوضات اللي عم تصير بين إيران وأمريكا بين إيران والسعودية روسيا بسوريا وتركيا بسوريا وكل هيدا الإشي اللي نعرفها سوريا متشقفة أصلا صارت هذا الترتيب ما فينا نعتبر نحن أنه موضوع النفط هو موضوع جانبي أو منفصل أو أنه بيقطع بيه المفاوضات الإقليمية لا هو بركة يكون صلب الترتيب الجديد اللي جاي مثل ما بأول قرن الماضي رسمت الدول على أساس أنابيب البترول كيف تقطع يمكن حقول الغاز والبترول ومصادر الطاقة الجديدة هي كمانا تأثر بشكل كتير أساسي على شكل ومصار إعادة ترتيب المنطقة صحيح فمن هون منشوف أنه كيف إسرائيل عم تستعمل هيدا الموضوع كنقطة ضغط كيف عم تستعمل كل وراء الإقليمية والدولية بهيدا بهيدا الملف بكل عالقات الدولية والإقليمية بالوقت اللي نحن إذا ما ننفوت بعد أكتر على المستوى المحلي بالوقت اللي نحن ما عم نستعملوا بهيدا الشكل نحن كل هدف في السلطة هي كيف بدأت تتبيع هذا الشيء للداخل يعني نحن عم نكون بالداخل اللبناني بحكم المتلقي صحيح وليس المبادر مع أنه هيدا ملف بعتقد كان لازم ينحكي فيه قبل ولكن السلطة هي هي يعني عم نحكي حتى بالألفان واثنين يعني اليوم شو بيختلف حكومة ميئاتي الأولى وهلأ الحكومة أو شو بتختلف عن حكومة الدياب أو شو بتختلف عن حكومة السنيورة نفس ال أساسا فينا نشوف يعني بفترة الانتخابات استعملوها بكل وضوح هي سلاح للتجديد النهج جلي على أساسه كانوا حكمين كل سنة الماضية يعني باع الناس وهم خصوصي قبل كل مهرجان الانتخابات بيجي ساعة منوعدهم بسادر هالمرة فينا نوعدهم بأنه بكرا مستخرج البترول والله والعفوان الغاز والنفط الموجود عنا وعائداته ساعة بيقولولنا أنه برك مريد فيه مصريات الموضعين اللي هو طرح مشترك بشكل كتير مضحك من جمعية المصارف وحسن نصر الله ومحل تاني منشوف أنه هو كمان تجديد لمتخيل الناس كيف الاقتصاد كان شغال وكيف معقولة هيدا الموارد الموجودة ترجع تردلهم المتخيل الاقتصادي اللي كان موجود ياللي بجزء كتير كبير من الناس بعدها منا قادر تتخيل أنه انتهى بلا رجعة فهيدا هو وسيلتهم تقولوني يلا بكرا منرجع مثل ما كنا بس سنتين زمان تكننا طلعنا البترول وهيدا الاشياء ما منشوف أي استعمال لهيدا الموارد كورقة ضغط فعليا قادرة ترجع ترد لبنان على الخريطة الإقليمية والدولية وهيدا طبعا كلما تضعف الدولة كلما يضعف موقع التفاوضة وقدرتها على التأثير طيب هون عم نحكي في اليوم بيع كمانا وهم بما يتعلق بانه لا هيدا الخط افضل وهيدا الخط مش افضل في شي كنا نتناقش فيه قبل الحلقة كنت عم تقلي عنه بما يتعلق بالخط 23 اذا فيك ترجع هيك تذكرنا فيه ايه هيدا الخط 23 الخط المتعرج يلي اذا اعتمد حيقضم من ما يسمى حق القانعة هون تذكير انه في حق القان اخترع ونرسم وكل شيء هو بعد ما نبش مع انه علميا لا يتسمى الحقول قبل ما تكون نبش تأكد الوصول لألا هيدا فعليا اذا اعتمدنا الخط 23 افترضنا او اذا موجود هيدا الحقل هيدا رح تفوتنا بمعضلة جديدة بتشبه معضلة حق الأفروديتي اللي هي بيصير في عنا حق المتنازع عليه نحن وإسرائيل وهون نحن مش بحالة أبرس وإسرائيل نحن بحالة عداء هون مع إسرائيل فبالتالي بنكون خلقنا بعد نزاع يعني مش بأحسن الأحوال بنقدر نحله يعني فعليا وهو كمان حق القانة ما ننسى قصة تسميته هيك كمان جزء من بايع الوهم اللي عم نحكي عنه وراحوا خبروا الناس أنه يعني عشوة عشوة رح الناس تقول بلا كريش منقبل بقانة اللي هو فعليا منا موجود فوصل بايع الوهم لمحل ابتداء الكذبات والإخبار يعني طيب هل الداخل دايما محطة هاي بيننا هلالين الإسرائيلي مرتاحة على وضعه؟ فعليا لا هنه كمان هنه فعليا بحاجة لأنه بأسرع وقت يبلشوا يستخرجوا من حق الكريش يلي بالمناسبة هيدا الباخرة جاي تستخرج اليوم منا جاي بس للإنتاج صحيح لأن التنقيب خلاص فبالتالي هنه بيح وضعه الاقتصادي ووضعه الداخلي وكل يلي عم يشهدوه بسنين الماضي لا هنه بحاجة فعليا اليوم قبل بكرة يبلشوا بهذا الانتاج فهنه وهيدا وهيدا لو نحنا تحت سلطة فعلية دولة قوية بتستعمل لهيدا النقطة كمان تتضغط تتقدم وترفع مستوى التفاوض طبعا بيأثر هيدا شي على مصر الأمور لو نحنا بوضع تفاوض طبيعي طيب السؤال يلي رح نجرب نختم فيه هل فعلا الغاز هو الحل لمشكلة لبنان عم بحكي عنا أو مشاكل لبنان مش مشكلة مشاكل لبنان الغاز بحد ذاته بيقدر يكون حل بس نحنا هون عم نحكي عن مخزون موارد بيشبه اقتصاديا بركة مخزون الدهب وغيره هيدا أول شي بده دولة فعلية تديره يعني بده تقرر شو بده تعمل بهيدا الموارد الموجودة نحنا هون ما ننسى انه نحنا تحت سلطة تشكيلة زعمة طوايف واصحاب مصارف وغيرها مئة مليار دولار بددون بالسنين الماضية عشرين مليار دولار بالسنتين الماضيين انصرفوا وما تغير فعليا اوضاع الناس الحقيقية هيدا السلطة زيتا كمان منا قادر ندير ولا اي مورد نحنا مشوفه قدامنا حتى احراجنا ما قادر ندفع عنهم ولا قادر نطف حريقة ولا تعمل اتفقيات ولا تدريب تتحمي هيدا الموارد لا يؤتمنوا هودهن زيتون اكيد على مورد ضخم بهيدا الشكل قادر يكون خاضع لابتزازات خارجية ومن قبل عدو من قبل غير دول اكيد لا يؤتمنوا على هيك على هيك مصدر هل هو بقدر يكون حال؟ هون صرنا عم نحكي عن شكلين فيها نحكي عن يأمن نحنا من نروح لاقتصاد مخزون ونحنا عنا مخزون من موارد نصرف وتان نمشي الاقتصاد هيدا الفترة بس هو بالاخر رح يخلص لانهو كمان مخزون طبيعي او نستعمل موارد يلي حنقدر نستحصل عليها تا انا ارجع ابني اقتصاد فعلي بيرجع بيحافظ على هيدا المجتمع يعني ببساطة بيستسمر بشبكة نقل بيستسمر بقطاعات انتجية صناعية وزراعية وغيرها بالصحة بغيرها لانه كمان الصحة هي احدى الاستسمرات بالانسان وبالتالي بكون انا بدل ما استعملت هيدا المخزون بس اطلع فيه وقت نشتري فيه وقت نحنا بكون فعليا افترضنا انه استنزفنا جزء منه اطلعنا باقتصاد فعليا قادر يجع كفو قادر يكون منتج ويأمن للناس حياة طبيعية مرسي كتير رغال فيعتيك العافية ترجمة نانسي قنقر